بيبدأ الفيلم بزابط شرطة اسمه تاكور بس في الوقت ده بيكون ساب خدمته في الشرطة وبيكون جايب السجان عنده في البيت وبيسأله عن اتنين لصوص واحد اسمه جاي وواحد اسمه فيروب وبيسأله على شوية معلومات عنهم وفي اخر الكلام قال له انا عايزك تعرفت اللي اتنين دول هيطلعوا امتى عشان انا محتاج لهم لكن السجان بيحذروا منهم وبيقولوا دول ما ينفعوش ده ما فيس سجن في الهند ما تسجنوش فيه وغير كده كمان مش هتقدر تشترون بالفلوس لانهم طمعين بس تاكور بيغلطوا وبيقولوا الاتنين دول رغم انهم لصوص بس فيهم بعد المزايا ولما السجان استغرب تاكور قال له انا هحكي لك على حصل قبل ما يدخلوا السجن الاتنين دول انا اللي قبطت عليهم وخدتهم في القطر عشان نرحلهم للسجن وفي وسط الطريقة عرضنا لقطع طرق كنا عايزين يسرقوا البضاعة لفي القطر وقتل كل العسكر اللي معايا وبقت لوحدي بعدها طلبوا منا افتح لهم الكلبشات فهم قبل انهم يساعدونوا في قطل قطع الطرق وضرب ترصصة في الكلبشات وحزرتوه من هقتلهم لو حاولوا يهربوا وبدأوا فعلا يساعدون في قطلهم وكان عددهم كبير جدا لحد ما قدروا يبعدهم عن القطر لكن في الوقت دخلت ترصصة ووقعت وما كنتش هقدر امنعوا منهم يهربوا وكان قدامهم حل من الاتنين لاما يهربوا ويسيبونا موت لاما يفضلوا معايا عالجون ويدخول السجن وجاي طلع عملة معدنية وقال له لو طلعت الصورة هنودي المستشفى وفعلا طلعت الصورة وادينه المستشفى وتعليجته ودخلوا السجن يعني انكزوا حياته ورفضوا انهم يهربوا ويسيبونا موت وتاكور عارف منه معايا خارجهم من السجن وفوضل مستنين واول ما طلعوا عرفهم ان نساب الخدمة بأمواط عادي وان عايزهم في شغل وفيروت وافق بس قال له احنا مش بنشتغل ببلاش وتاكور قال له اللي هتطلبوها تاخدوه المهمة تعمله المهمة اللي هقولكو عليها بالزبط وتجيبوه لي جبار سينج عايش لحد عندي وفيروت خد اول ما سمع اسم جبار لانه مجرم خطير جدا ومجنون واسأل حاجة عنده القتل وقال له دي الشرطة نفسها عاملة مقافئة خمسين الف روبية للي يجيبو حية او ميت وتاكور قال له انا هديكو سبعين الف روبية بشرط انك تجيبوه لحية مش ميت وكان باين على تاكور من كلامه الغل والانتأم منه ولما جاي حاول يسأل تاكور ايه سبب العدوة اللي بينكو تاكور صده وقال له ما تسألش واده لهم خمس تلاف روبية مؤدم وقال لهم لما تقول القرية هتاخدو زيهم والباية بعد ما تجيبوهولي وجاي طلع العملة تاني على اساس يعرفها يوافقوا بالمهمة ولا هيرفضوها وقال لي فيرولا وطلعت الصورة هنوافق وفعلا طلعت الصورة ورحولوا القرية ودخلوا بيته واده لهم الخمس تلاف روبية تانية وفتح الخزنة قدامهم وشافوه هي مليانة بالفلوس هدها وفكرهم بالمهمة تاني انهم يجبولو كبار سينج عايش مش ميت بس برضو ده السرقة كان لسه جواهم والشريطان لعب في دماغهم انهم يسرقوا الخزنة ويهربوا واول ما دخلوا المكان اللي هيرتحوا فيه طلع عليهم ناس كتيرة وفضل يضربوا فيهم وكالصراع عليهم البيت لحد ما ضربهم كلهم ولما سألو تاكور مين دول تاكور قال له هم انا اللي جايب عشان كنت عايز اتطمن على شجعتكم وشفكم بنفس المستوى اللي شفتكم بيه قبل ما تدخلوا السجن ولا لأ ولما مشي فيرو قال له غلطتك الواحدة تاكور انك فتحت الخزنة قدام اتنى اللصوص واول ما اللي لجي راحوا للخزنة عشان يسرقوها واتفاجئوا بواحدة اسمها رضها بنت اخو تاكور ولما شفيتم هم عايزين يفتحوا الخزنة اديت لهم المفاتيح وقالت لهم الخزنة فيها الذهب بتاعي اسرقوه مع الفلوس لان مفيش ارمالها هيجي لها نفس قصة انها تلبس ذهب بس اللي انتو بتعملو ده هيضمر تاكور لانو كان عندو امل كبير او ان كنتو انتو قمولو من جبار وسبتهم ومشيت وتاني يوم جاي راح لها وادلالها المفاتيح واعتزار لها على اللي حصل وعدها انو مش هيتكرر تاني واهل الكرية وهم بيشتغلوا سمو عساكر جبار وهم جايين عشان ياخدوا الاتاوة ويربوا كلهم ولما وصلوا اهل الكرية لعولهم بالاكل والخضار لكن تاكور المرة دي اعترض وقال للعساكر تعرف جبار ان بالنهاردة مش هيقدروا ياخدوا اي حاجة منهم غزب ووحب من العساكر استغرب وقال له تاكور من اللي هيمنعنا انت يا تاكور وتاكور قال له بص حوالك انت تعرف وبيلقوا في رو جاي وقفين بسلحهم في مكان عالي وطبعا بيستقلوا بيهم وبيقولوا انت جايب لنا اتنين بس وبتهددنا وتاكور قال لهم اللي اتنين اللي انتو شايفينهم دول بجيش جبار كله وقبل ما يرفعوا صلاحهم في رو جاي بيضربهم بالنر وبيتصابوا ويمشوا واهل الكرية بيحتفلوا بالنصر وبترجع العساكر اللي جبار وهي مرعوبة منه وبيقول لهم اتنين بس اللي يخوفوكو ويخلكو تجروا دي الشرطة نفسها مقدرتش عليا وعملت مكافأة خمسين الف روبيا لللي يقبض عليا ويدي اقمن اللي حصل وقتلهم كلهم وعلى طول خد عساكر ورحلهم وبدأت العركة بينهم وجاي وفروس تخبه وفودل يضربه فيهم ويقتلوا منهم عساكر كتير لحد ما الزخر اللي معهم خلصت وبص لو نفسه متحصروا بالعساكر من كل مكان وما كانش فيه غير بندقية واحدة بس جنب تاكور وفيرو طلب منه يحدفها لأو يقتلهم بيها واستغرب من رد فعل تاكور لما لقى بص على البندقية وما تحركش من مكانه ورفض يساعده ومسكه جاي وسأله عن زميله اللي معاه ولما فيروه ما طلعش قال له لو ما طلعتش نهائة لصاحبك وبيضرب رصاصها جنبه وفيرو بيخاف عليه وبيطلع وجبار بيبص لتاكور وبيضحك وطاكور كان هيموت من الغضب وبينزل جبار من على الحصان وبيقول لهم تعالوا ركاوه على الارض وبوصوا رجلي ويترقوني ان ما قتلكمش وتاكور كان خايف انهم يوافقوا وجاي بيتحرك علشان يروح له وفيرو بيبنعه ولما بيقرب منه بيرمى على لوت راب وبيجي في عينه وبيجروا بعيده وبيفضلوا يقتلوا في العساكر تاني وجاي بلايرشش وقع منهم وبياخدوا وبيقتل فيهم وبيكون اسهل واسرع في القاتل وجبار بيقعوا بيقول العساكر انهم يهربوا وبياخدوا ويمشوا وفيرو بيروح لتاكور وهو مدائي وبيقول له انت جبان انا طلبت منك المساعدة وانت رفض والبندقية كانت جنبك وكان سهل عليك تحتفالي ومن النهاردة تعمل حسابك اننا مش هنحارب جبار تاني وتديننا فلوسنا عشان نمشي وتاكور قال لهم لو عايزين تمشوا قمشوا لكن انا مقدرش اشيل سلاح قدام جبار وفيرو قال له تاني لانك جبان وضعيف وكانت الصدمة لهم لما الشلل على تاكور طر ووقع وشافوا درعاته الاتنين وهما مقطعين وكانوا ظلمين وابتدى يحكوا لهم على اللي حصل لما كان لسه شورته كان بيطر الجبار وقدروا انه يقبض عليها وسلموا له المحاكمة وتحكم عليه بعشرين سنة وقبل ترحيله للسجن هدت تاكور انه هيقتله وتاكور قال له انت هتتسجن عشرين سنة تفتكر انك لو فضلت عايش لحد ما تطلع هتقدر تقتلني وجبار قال له ما في السجن جدرانه قوية تقدر تمنع جبار من الهرب ولما اطلع هندمك عن اللي انت عملته معي وبتعد السنين وجبار فعلا بيقدر يهرب من السجن وبيروح لحد عائلة تاكورو بيقتلها كلها حتى الاطفال ما رحمهاش وتاكورو هو راجع من شغله بيشوف اهل القرية هم واقفين وبيعرف ان فيه مصيبة كبيرة وتصدم لما لقى المصيبة تخصه هو وشاف عائلته كله وهي جسس ومترصصة جنب بعضها وطبعا ما كانش شايف قدامه غير الانتقام وخط حسان وراح لجبار وكان سأل عن يوم انهم يمسكوه وجبار قال له ان قتلت كل عائلتك وعشان عزبك مش هقتلك واسيبك عايش بس عشان يكون متطمن انه مش هيقدر يشيل سلاح تاني قطع قدل اتنين وجاي وفروح حاسوا بالندم لانهم اتهموا بالجبن وظلموه وتاني يوم راحوله ادلي الفلوس اللي كانوا واخدينها منه وفروح قال له احنا مش بس بنشتغل علشان الفلوس وتاكور استغرب وقال له بس دا مكانش كلامكو في الاول وجاي قال له احنا مش هناخد اي فلوس غير بعد من قتل جبار وتاكور اتعصب جدا وقال لهم انا مش عايزكو تقتلوه اتفاق معاكو انكم تجبهولا حي وانا اللي فيش غليلي فيه وبالرغم ان الموضوع كان صعب بالنسبة لهم بس وعدوا انهم هيجبولو حي وفروح جاي كان لازم يرده على جبار رد سريع بعد معرفه اللي حصل لتاكور بسببه ورحوله وفجره المكان لكن جاي بيتصف كتفه وبيمشي وبيرجعه القرية واول مرادها بتشوفه هو مصاب بتخافه وبتجري عليه وتاكور بيشوفه وهي ملهوفة عليه وبيعرف انها بتحبه بعدها واحد صغير من اهل القرية بيتوه وبيقرب من مكان جبار والحراس بيشوفه وبيقتلوه وبيبعتول تاكور بالحصان بتاعه بيكون معه ورقة مكتوبة من جبار وبيقولو فيها عرف اهل القرية ان اي حد هيقف في صفك هيكون مصيره الموت ولو ما سلمتنش جاي وفرو بكرة هاتل كل اهل القرية والناس بتخاف وبتطلب من تاكور يسمع كلام جبار عشان ما حدش منهم يتأذي لكن طبعا تاكور بيرفض وبيعودهم ان جبار هيموت على ايده وعلى طول بيعملوا خطة للانتقام وبيناموا كاين اهل القرية قتلوهم وبيعملوا نفسهم ميتين وعساكر جبار بتعد من جنبهم وبيلقوا معهم ورقة مكتوب فيها قدام كل واحد هيموت من اهل القرية هيموت اربعة من رجال الجبار وفعلا بيقتلوا اربعة منهم وبيسيبوا واحد بس عشان يروح لجبار ولما رجع له جبار شاف الورقة والدايق وقال للجيش بتاعه يستعد للهجوم بعدها جاي بيقول لفرو انه عايز يتجوز راضها ويفضل عايش في القرية دي وبيطلب ايدها من تاكور وتاكور بيروح لاخوه اللي هو ابو راضها واخو قال له اعتبر راضها بنتك واللي انت شايفه صح يعمل وفروق قال لي جاي انه هو كمان اتعرف على واحدها وحبها وبيفكر انه يتجوزها ويعيشوا في القرية كلهم مع بعض بس جبار بيعرف علاقته بالبنت دي وبيخطفها ولما فروق بيعرف بيروح لها لوحده وبيكون سهل عليهم انهم يمسكوا ويربطوه وقبل جبار ما يقتلوا البنت اللي بيحبها بتسلخ عشان يسيبه وجبار قال لا لو مش عايزين اقتلوا القصلنا بس فروق طبعا بيرفض بس عشان تنقذوا وفقة النات القصله وبعد شوية جاي بيعرف وبيروح لهم وبيقف في مكان عالي وبيواجه سلاحه على كبار وقال له لو حد تحرك انا هقتلك وقول له كل الحراس ينزلوا سلاحهم ولما الكل نزل سلاحه بيدرب نار في الحبل اللي فروق مربوط فيه وبيتقطع وبياخد البنت اللي بيحبها وبيمشي والحراس بتطلع وراهم والحسان بياخد طلق وجاي بيقع ولما فروق يعرف بيقف وبينزلوا يضربوا نار على الحراس وقتلوا منهم عدد كبير وكده جيش كبار بدأ يقل ولما الزخرة اللي معهم قربت تخلص قال لي فروق ياخد حبيبته يوصلها ويجيب زخرة ويرجع له تاني لكن فروق كان خايف علوه قال له خدها وامشي انت وانا هفضل مستنيك وكالعادة جاي بيطلع العملة المعدنية اللي معاه وقال له لو جات على الصورة هتمشي انت وبتطلع على الصورة وفروق بياخد البنته وبيمشي هو مش عايز يسيب الواحده وجاي ملقاش معه غير اخر روسستين وواحد من الجيش راح وحدف عليه ديناميت لكن الديناميت بنتفه وما بينفجرش ولما الجيش بيعرف ان الزخرة اللي مع جاي خلصت بيقربه منه لكن جاي بيقوم عشان يضرب الطلقة في الديناميت وينفجر ويموتهم وبيظهر لهم وبيكون سهل عليهم انهم يضربوا بالنار لكن جاي برضو صمم انه يروح وضرب الرسوسة في الديناميت وانفجر وفروق وصل حبيبته ورجع ولقى جاي بيطلع فروح وبيقوله انه قدر يهت الجيش جبار لوحده وبعدها بيموت وعرف انه ضحب حياته لما قاله ياخد حبيبته ويمشي وقعد هو ووعده انه هيقت الجبار لوحده واي حد بقي من الجيش بتاعه وبياخد حصانه وبيروح له وبيقتل الكام واحد اللي بقيين من جيش جبار وبيوصل لجباره وبيقوله يطلع له وبيكون باستخبي مع اخر اتنين من حراسه وبيضرب الاول والتاني بياخد الرصاص مكانه وكده جبار بقى لوحده وبتبتدي العركة بينهم وبيفدروا يضربوا في بعض الحد ما جبار بيوعه وبيبقى سهل قتله وجبار اطمن شوية لانه كان مفكر ان ان تاكور مش هيقدر عليه لان دراعته الاتنين مقطعين وتاكور نطع له وضربه وبيقوم وبيكمل ضرب فيه وبيدوس على دراعه برجله على سخرة وبيكسره وجبار بيفضل يضرب فيه شوية بدراعه واحد لحد ما بيقع وبيعمل نفس الحركة وبيدوس على دراعه التاني وبيكسره وكده الاتنين بقوا متساويين واهل الكرية كلهم بيوجوا وتاكور بيبصله بانتقامه بيروح يكمل عليه وقبل ما يدوس على دماغه برجله ويقتله بتيجي الشرطة وبتقوله ان يسلمه للعدلة وهي هتجيب له حق لكن تاكور بيرفد في الاول وبيقولهم العدلة ما جابتش حق عيلة اللي جبار قتلهم بدم بارد والشرطة قاله سلمه له وهو هيتحاكم ويتعدن وتاخد حقات بالقانون وفكر تاكور لما كان لسه شرطه كمسا لهم الاعلى وتاكور بيوفق وبيسلمه لهم وبيرجع للقرية وبيولعه في جسد جاي وفي روما كانش عارف ازاي هيعيش من غير صاحبه وبعدها تاكور بيودعه بيشكره على اللي عمله عشان ولما بيدخل بيلاء البنت اللي بيحبها مستنياه وبتقوله انها هتروح معه وتتجوزه وانها هتقدر تنسي حزنه على صاحبه ياريت لو عجبك الفيديو تحط لايك ولو اول مرة تابعني تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وشان يجيلك اشعر بقى اي فيديو جديد هنزله متنسوش تعملو فورو للاستجرام ولايك لصفحتها على الفيس وتشتركو في قناة على تليجرام يلا سلام